ملاف مهمة النهاردة نتكلم عن أهمية شرب المية الناس عارفة أن المية مهمة للجسم دي معلومة عندنا كلنا بس ما نعرفش تفاصيل بقى المية فايدتها ازاي وازاي ممكن أن هي تؤثر كمان على الحالة النفسية شوف بقى الربط هيا نبدأ بأهمية المية وبعض المعلومات كده دكتور علاء وهل في موعيد أصلا المية ولا لا أو هل شرب المية بزيادة قوي بيعمل تسمم لأن دي برضو معلومة أنا كنت لسه عارفها قريب تمام أولا بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من المية كل شيء حي صدق الله العظيم يعني إذن المية كل شيء حي من المية حقيقة أكتشفي أن جسمنا إحنا عبارة عن من 60% إلى 65% عبارة عن مية يعني جسم الإنسان من 60% إلى 65% منه مية دي رقم واحد رقم اتنين هو في الحالة العادية بتاعت الإنسان هو بيستهلك من 18 كبات في اليوم ديف اللي هي علشان الجسم يقوم بالوظافة الحيوية بتاعته تمام؟ وإحنا في أثناء الحالة دائماً هنتعامل مع واضينا بمعادلات وبتجارب كويس حلوة دلوقتي أنا في حاجة بسيطة جداً أعمالها كل يوم الصبح أعرف هو أنا جسمي في المعدل الطبيعي من السوائل اللي هو لون اليورين الصبح اللي هو لون البول لو لون البول اللي هو أصفر لموني يبقى أنا جسمي اللي هو الفتح يعني اللي ينور أحد إذن في المعدلات الطبيعية من السوائل أوكي طيب لو أنا جسمي لو اللون البول طلع بقى اللون هو اللون التفاح اللون عصير التفاح يبقى خلي بالك التداخل على ملحلة اللي هي مرحلة الجفاف يعني كل ما يبقى فاتح كل ما يبقى غلط لا كل ما يبقى فاتح يبقى كويس أوكي اللون العصير هيبقى غامل اللون عصير تفاح جامل جديد عصير التفاح لا لون البول اللي هو الصبح اللي عريق لما يبقى لون الأصفر الفاتح يبقى أنت السوائل في جسمك بسطورة طبيعية لو غامل يبقى خلي بالك التداخل على مرحلة اللي هي مرحلة الجفاف طيب دلوقتي في معادلة أنا أعرف من احتياجاتي في اليوم قدي معادلة بسيطة جدا خلي بالك دايما في التغذية العلاجية هتلاقينا دايما بنتعامل مع معادلات وبسهل معادلات سهلة وهي أساسا مبنية على الوزن والطول أوكي وهزبط لك دوقتي إزاي مبنية على الوزن والطول أنا هنحسب كل حالة حريكة بتجيب وزنك وعشان كده احنا اتفقنا على ثقافة الميزال لو تفتكري أيوة إن الميزال يجب أن أنا يبقى عندي ميزال في البيت وبوزن نفسي في يوم سابت بلبس سابت في مكان سابت في الشقة هو أول مناسب مرة في الأسبوع أنا وزن السيد طلع 80 كيلو طب خلينا نحسب بقى مع بعض 80 كيلو لا 80 دا كتير 70 60 أنا 65 هحسب عني أنا 60 على 10 على 8 على يعني ملتوبلاي ولا تمانية ليه تمانية هو المعادلة بتقول كده هتطلع لك رقم رقم يطلع عند حالة كامل 8.125 حالة أنت محتاجة تشربني في اليوم تزودي على دول كباتين كمان 10 كبيات في اليوم 10 كبات دا حلو دا حلو دا حلو دي حلو دي حلو دي طب معلش 8 كبات أو 10 دا عبارة لو حنتكلم عن اللتر المية هوا ممكن دخلين في 2 لتر 2 لتر ونص يعني إذا 6 كبار إذا 6 كبار بس خلي بالك أنا ليه بقول كبيات مية ما قولتش ليه لتر أو 2 لتر لأن برضو فيه ناس تيجي تقولك إيه يعني أنا روح جاي إسفاجأة أجي على الطول اليوم ما شربش مية ورح شربتين لتر لا دا هذا كلام مش مظبوط أنا لما بقول له 10 كبات مية لأن هما برضو بيتاخدوا بطريقة معينة إزاي الطريقة المعينة اللي هي قبل الفطار بساعتين قبل الفطار بنص ساعة وقبل الغداء بنص ساعة وقبل العشاء بنص ساعة دا خليني معدتي تقفل كمان آآ آآ عشان كده حضرتك هنعرف في الجزء التاني من فقرتنا النهاردة إن إحنا لما نيجي نتكلم عن علاج السمنة أنا بياخد بشرب الحل اللي عندي بشربه على كبات مية كبيرة قبل الأكل بنص ساعة هي كلها مرتبطة ببعضيها ترجمة نانسي قنقر